موسيقى السلام عليكم معكم مستر رهاب عدد اليوم سنكمل شرح جروس مانهج جريد وان مانهج ديو اي فونيكس معنا اليوم صفحة جديدة يتكلم عن مضوع جديد وهو feelings feelings اللي هي المشاعر listen to your teacher say the words learn the words ازمع للمعلمة او المعلم والكلمات يتعلم الكلمة activity one listen and repeat happy happy sad sad angry angry excited excited scared scared sleepy sleepy اول كلمة happy happy يعني سعيد عكسها sad 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 حزين angry 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 يعني غضبان excited 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 يعني فرح أو مسرور scared scared يعني خايف sleepy sleepy يعني نعسان activity two match the sentences to the picture she is scared she is scared نوصل نفتهم على بعض قائمة قوسيد she is scared أي صورة تعبر ان هي خائفة خائفة الصورة الهنا ترى he is sad sad يعني حزين she is angry she is angry يعني غضبان he is excited يعني فرح أو مسرور she is happy she is happy she is happy يعني فرحانة he is sleepy sleepy يعني نعسان activity three tell your partner how you feel يعني خبر أو قول لصديقك كيف هو شعورك show each feeling on your face كمان نستردم التعبرات الوجهية عشان تبيلنه كيف أشعر how are you I am excited how are you I am angry how are you I am sad how are you لذان بالإستردم بلغومنا How are you أو ممكن كمان نقول how do you feel أو ممكن كمان نقول How do you feel يعني كيف هذا شعور فممكن كمان نستردم نفس الجومة اللي هنا نقرأ المواعد تاني عشان نتعلم القراءة She is scared He is sad She is angry He is excited She is happy He is sleepy نعيد كمان الكلمات مرة تاني Happy Sad Angry Excited Scared Sleepy Sleepy بكذا نكون هنا مع بعض شرح صفحة رقم 16 من unit 28 شكرا جزيلا نسمع السلام عليكم معكم من صفحة عادل هنكمل شرح درس feelings Activity for circles the correct pictures هنشوف الكلمة ونشوف الشكل المعبر عنه يعني مثلا عندي number one Sad Sad طبعا الشكل المعانه ده شكل sleepy لكن sad هي الصورة Number two Excited 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 يعني فرح أو سعار أو سعيد إذن الصورة دي Number three Happy Happy أو الصورة Number four Sleepy Sleepy Ten Ten Soon Angry Angry Scared Scared Activity five Read the sentence and draw faces He is happy طبعا مطلوب مننا ان احنا نرسم شكل الفيس طبعا هنرسم كده حد ما نقدر هذا يعني ربطت لك هو ليسا قد يصاب كتابها بالماوس حبي يعني شكله مبسوط هي ساد ساد ما أرسل شيء ما أرسل كده ها هو بقصة من كلمة صح ساد من شكلها غضبان شوية بس المهم ساد هي سليبي سليبي نحاول نقلد صورة اللي بق تمام مش حير وقوي بس يعني نقلد بناضع she is excited she is excited نحاول نسويها كمان زي الصورة اللي بقو نقلد بناضع المعروض صعب جدا كتبه بالماوس يعني بحور he is angry he is angry نرسل صورة I'll drop one she is scared she is scared يعني على قد ما قدرت حاولت ان انا ارسم الصور ونكتب المطلوب ريح أساسى المترجم للغاية. هو سعيد. بينما نوى سعيد. هي سعيدة. هي سعيدة. نعم ، ما تخطب شخص مصدود قوي بس يعني number 3 he is طبعا اول حرف لازم نرى أن نرى أن نحن في capital عشان punctuation b is angry طبعا ننساش كمان نحط ال first stop بعد نهاية جميل عشان نرى punctuation مش عايزة تضبط نحن نزوطها يعني إلى حد ما وكذا ننتهينا من شرح صفحة رقم 17 شكرا لدينا المصنع